السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن هنشوف مع بعض هنشتغل في القاهرة. هكتب هنا كيرو. أو ايجيبت. اه الفكرة كلها انا هو بيدور في الحاجة المعملها زوم فهقول له دور في الولد ويد. فهقول له. هتلي المكان دوت. ده برج المتحف كامل حضارة مصرية انا كنت شغال فيه فعشان كده انا هتليل بعمل عليه زوم. طيب ممكن مسلا نعمل زوم مسلا على منطقة زي ديت. طيب. احنا ممكن نعلم مسلا فيه نقطة معينة او فيه مبنى معين. اللي عملت سيليكتي هنا هيبدأ يجيب لك معلومات عن المكان دوت. طيب. دلوقتي مسلا عايز تعمل المبنى دوت. فهقول له ايه يا. وتبدأ ترسم عادي هوت. هدوك بتاعة المبنى. وادوس مرتين عشان يكمل شكل. انا ساكن جنب المبنى دوت فعارف مسلا ان المبنى ده. عبارة عن نوع مباني اسم وكذا. طيب ممكن لو وفت هنا يديك المعلومة. هنا تقدر تكتب الادرس ده 105 مسلا. هنا مسلا دقيقية ده 104. طيب لو دوست هنا. يبدأ بيقول لي اكتب مسلا هو كم ليفل. اللي ارتفع بتاعه الدقيقية مسلا. طيب. بعد ما بتخلص المبنى بتاعك. وطبعا تقدر تغير الخريطة. طب يعني نغير خريطة انا اجي هنا. اقول له انا عايز اشغل على الخريطة دي او عايز اشغل على الخريطة دي. وبالشرط يعني كل واحد يعني ساعات بتبقى في منطقة الخريطة دي اقوى. في البلد الخريطة دي اقوى. طيب ممكن تقول له انا عاشوف مني ماب خريطة بالشكل دوت. باكجراوند بانال. اللوكيشن بانال. اللي هي الاحداثيات. طيب انا عايز استعيم بالصور. الصور دي هتسهل لي. ان انا بعارف شكل المبنى او ارتفاع او كزا. فلو فيه كاميرا ماشي هنا هيبدأ يطلع لي البيانات دي. خلاص هتقول له سيف. فبيبدأ يسألك بقى ايه الحياة اللي انت عملتها. تكتب الكومنت بتاعك. وممكن تعلم هنا تقول له ايه. انا محتاج ان شخص يراجع التعديل بتاعي. طيب بيقول لي ايه بلوز شانل كومنت. طيب هتكتب مثلا. open street map. تمام وتقول له ايه upload. طيب ممكن بقى ايه هو بعمل كده upload. ممكن بقى نبص هنا في عربيات هيك هتماشي. شايف دي? دي احنا اتفعالت لما احنا فعلنا الopen street cam وفعلنا الصور. دي معناها ايه? ان انت لو قفت هنا. هيجيب لك بقى كدفية عربية ماشية من هنا من كم يوم وقبل الارتفاع. الله ده نقدر اعرف المبنى دوت كم ارتفاع دي بمجرد ان انا ببص هنا. تمام? الكاميرا هي فدي بيتكلم على العمرة ديت. فانا كده عرفت العمرة دي كم دور. فقدر اقول له area. وابدأ حدد العمرة ديت. جاب لي بقى. فانا من خلال الكاميرا دي عرفت ان ده مثلا مبنى ارتفاعه كم? عدي بقى 1 2 3 4 5 6 7 8. يعني 14. وتقريبا كل واحد فيه مثلا 3 ونص. فتبدأ بقى ايه? تحسب الارتفاع بتاعة دي. مثلا اربعين مثلا. تمام? لو انت عاربها الكمباني نيم او الارديات فتقدر تكتبها. ادين حنستفدنا من موضوع الكاميرا كانت نفس تسأل انت عمان تصوره طب ايه فايدتها? اه هو دي الفايدة بتاعتها. يعني ممكن تشغل فانت طول ما انت ماشي الكاميرا هي بتبدأ تشوف انت المباني الموجودة. طيب هل دي حاجة مفيدة? اه حاجة مفيدة جدا. مفيدة في ايه? مفيدة ان انا كدولة مصر عايزة تعمل دراسة للمباني. عايزة تعمل المدن الجديدة العاصمة القديمة. اي حد عايز يبني مباني عايز ياخد اي معلومة يقدر لو انت حاولت تعمل الموضوع دوت على اتخاذ القرار لمجلس الوزراء او الراسل الجمهورية او الادارات الموجودة للمباني ده ممكن يكلف مليارات احنا بنعمل لك مجاني بلاش مفيش حد فينا بيقول لك هاسفلوس يعني انا عايزين بس ان هتعامل مع بعض ان بتصدق بكارتة فيو هتلاقي بعض الفيديو حطولك اسفل الفيديو دوت حاول تشوفه هتوفر افهم فكرته هتلاقي فكرته سهلة جدا وبسيطة ومنطقية يعني اتمنى لو حد عايز تعاون معنا يبلغنا ونبدأ ان شاء الله نتعاون ممكن دكتور في الجامعة مثلا يخلي مدام مشروع يتخرج للطلبة ان هما بلدنا جميلة واحنا عايزين نظر جمالها عايزين اي حد يدخل على الخرائط ليقدر يشوف المباني الاسرية اللي عندنا والحاجات الحضرية اللي عندنا والاوبن السيريت مابلي هن هو مجاني وما بيخدش فيووس من حد فبتلاقي ده اوبن السيريت ايجيبت ده اللي انا عامله وده التليجرام يعني هتلاقي وسائل تتواصل معنا تتواصل معنا على اوبن السيريت ماب ايجيبت ون فيسبوك تمام ونبدأ ان شاء الله نتعاون مع بعض بحيث ان احنا نفيد بلدنا وهو زيان بيقول هدريك بيسمع في سيريدي ماكس بيسمع في الاتوكيات بيسمع في اليومون بيسمع في انفراستركشور في اركي جي اس برو اركي جي اس العادي وكيو جي اس عشرات البرامج اللي هو بيسمع فيه والعاب كمان يعني انت لما بتحط حاجة بتسمع في كل الاماكن تمام يعني بدأت تظهر خرايط هقا عامولة في حد كان مشغل القاميرا ومصور الشبارع وفيه التقنية موجودة زكاء صناعي لو صورت شخص او صورت رقم عربية بيبدأ يمسحها بحيث ان هو ما اعملش ازعاج او اي مشاكل تمام لا هي كلها عايمة على ان احنا متعاون وفي الخير تمام طبعا قبل ما في الفيديو أحب أن أشكر الدكتور عبد الرحمن الفرجاني هو القائد في الوطن العربي كله في قصة الوبين سريت ميت